عقب أعوام مرت عانت فيها القبائل ظروف صعبة بسبب الثأر الذي أرهق الكثير هنا في منطقة قفل شمر بمحافظة حجة سعت هذه المواكب القادمة من معظم قبائل حجة شيوخا ووجهاء وقيادات كلها نحو طريق الإيخاء ولم الشمل ونبذ وإنهاء الصراعات القبلية بعد 11 سنة مرت عصيبة ساد فيها التوتر والقلق ليلتف القبائل اليوم حولها من أجل إنهاء قضية القتل التي حصلت بين قبيلة باني الهارب وبين السلطان والعس فطال بنا العفو منكم برجال المحافظة وكبار المحافظة يجد وصلوا معنا إليكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الراهر نحن نعفونا عن هذه الدم لوجه الله سبحانه وتعالى نرحب بالضيوف الكرام الذي نجاو من محافظة حجة في السلح القبلي الذي بين أسرة ماني الهارب وعسرة العس الكريم والسلطان الكريم الذي قد تنازل لله سبحانه وتعالى ابتغاء لمرضات الله وعلى السلح القبلي والآدات القبلية بين المواطنين وبين الأسر وهذا اليمن اليمن هو قدوة فنحمد الله ونشكر أنهم أن كل شيء تم على ما يرام وتم التنازل والتسامح والإخاء بيننا إن شاء الله وصل قيادة المحافظة وقيادة المديرية والمديرية المجاورة وأبناء المجتمع إلى هذا المنطقة بالسلا والرضا والصحاب والوفاء والقافن تقديرا لأسر المجن عليهم ودفنا للسوداء وإظهارا للبيضاء فنحن إخوة وكلنا كنا ضحايا مرحلة ماء نتيجة أشياء حدث معينة لكن اليوم الجميع صفا واحد إن شاء الله ففي موكب كبير من القبائل يظهر فيه قبائل بني الهارب يتوجهون بالتحكيم والهجر إلى أسرة بني سلطان وأسرة بني العس أهالي المقتولين للصفح وطي صفحة خلافات وتأر استمرت لأعوام وقدمت الثيران كحجر وتدخل الخيرون في القضية لتنتهي بكرم العفو والمسامحة وفي مشهد مهيب اتفق المتباعدون وتقاربوا وتصافحة الأسر وتعالقت بعد غياب دام أحد عشر عام نحن قدمنا هذه الأفوة التنازل لوجه الله سبحانه وتعالى وللوجه التي وصلت إلينا وسنكون أخوة إن شاء الله وبإذن الله الحمد لله أن الأمور رجعت إلى صوابها وجينا عند إخواننا وأسرتنا ودفننا السوداء وظهرنا البيضاء والصفحة الجديدة وأحنا أسرة وحدة ودم واحد وأحساب وأنساب والآن رجعت اللحمة إلى مجاريها إن شاء الله بادرت خير وفاتحة لحلول كل القضايا العالقة في المديريات المجاورة وفي المحافظة وإن شاء الله باقي المحافظة أن يكون هناك حلول بما يخدم مصلحة المجتمع وفيما يخدم مصلحة بلادنا أن يكون هناك أمة واحدة متوحدين وهذا أعمال هي لله وفي سبيل الله والله أمر بالإصلاح وإصلاحات من بين البين أن يكون الناس أخوان ما حدث في قفل شمر عن دور القبيلة الرائع في وأد الثارات والتنازعات عن طريق الصلح والأعراف هو صورة مشرفة تمثل غالبية موقف القبيلة ودورها في اليمن في الصناعة السلام بين أبنائها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر